شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله طيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين نحن الآن على أعتاب شهر محرم الحرام ونتحدث بإذن الله تعالى حول هذا الموضوع في فصلين الفصل الأول نقدمه بمقدمة وهذه المقدمة إن التشيع له نقاط قوة متعددة ونذكر من نقاط القوة ثلاثا النقطة الأولى المبدأ الحق وقضية الحق قضية مهمة جدا في حياة البشر تفاعل البشر مع الحق ومع الواقعية يمكن أن يعود إلى أحد عاملين العامل الأول الحق له جذور في الفطرح وفي الضمير وفي الوجدان وعلى قول مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه ليثيروا لهم دفائن من العقول شيء موجود في عمق الضمير فقط يحتاج إلى إثارة يحتاج إلى إلفات يحتاج إلى تنبيح هذه كانت مهمة الأنبياء أو من مهام الأنبياء وليثيروا لهم دفائن العقول الشيء اللي يظهر من بعض الروايات أنه كانت قبل هذه النشأة نشأة ثانية ونحن تعلمنا مجموعة من المعارف في تلك النشأة ولكن غاب عنا الموقف هو بقية المعرفة أظن هذا نص الرواية أو قريب إلى ألفاظ الرواية الموقف غاب عنا ولكن المعرفة بقيت في الوجدان وبقيت في الضمير مثل واحد مثلا حافظ شعر حافظ ألفية بن مالك الشعر غاب عنه إذا واحد قرأ الشعر يشوف أن هذا الشعر هو البيت الذي كان يألفه من قبل هذا شيء مألوف عنه مو شيء غريب عنه فبعض المعارف الحقه لها جذور في داخل الضمير وداخل الوجدان ولذلك هذه المعارف عندما تعرض على العاقل وتعرض على الفطرح تتقبلها هذا العامل الأول العامل الثاني المحتمل في تقبل البشر للمعارف الحقه تطابقها مع الفطر ومع الضمير حتى إذا ما كانت لها جذور في داخل الوجدان والضمير يعني عندما يقال لكم أربعة في أربعة ما هي النتيجة؟ يمكن أن يكون هناك مليون جواب على هذا السؤال ولكن أي جواب يعرض واحد يشوف أن عقله أن فطرته لا ترضى هذا الجواب يمكن يكون على هذا السؤال مئة مليار جواب ولكن جواب واحد من هذه الأجوب هو الذي يتطابق مع الفطرة ومع الضمير ومع الوجدان حتى إذا فرضنا أنه في تلك النشأة إحنا ما تعلمنا أنه في أربعة أربعة في أربعة يساوي كذا مو معلوم وإن كنا لا ننفي أن جميع المعارف الحق نحن تعلمناها في تلك النشأة يعني اجتماع النقيضين مخال إحنا تعلمناه في تلك النشأة اجتماع الضدين مخال تعلمناه في تلك النشأة المعادلات الرياضية والمعادلات العلمية الواضحة تعلمناها في تلك النشأة مو معنو ولكن عندما العاقل أو الوجدان أو الضمير يتخذ وضع المواجهة مع هذه المعارف يجد أنها تتطابق مع طبيعته مع تركيبته كيف يتخذ إذ ذائق أكو أشياء ملائمة لها وأكو أشياء منافرة لها عندما تأخذون الشيء الحريف مثلا إذ ذائق تنفر منها الشيء المور إذ ذائق وتنفر منها أكو أشياء ملائمة لقوة الذائق أكو أشياء ملائمة لقوة الشام أكو أشياء أيضا ملائمة للقوة العاقلة وأشياء منافرة للقوة العاقلة الملائم والمنافر فإذن بعض هذه المعارف الحق لها جذور من تلك النشأ وبعض هذه المعارف الحق حتى إذا فرضنا أنه لم تكن لها جذور في تلك النشأ ولكن تلائم القوة العاقلة بينما الباطل ينافر القوة العاقلة هذا هو الفرق بين الحق وبين الباطل لذلك في الواقع هذه القوة الموجودة في التشيع وهي قوة الواقعية وقوة الحق هذه من أقوى القوى ولكن الواقعية كما قلنا تحتاج إلى ماذا؟ في النوع الأول تحتاج إلى إثارة وليثيروا لهم دفائن العقول في النوع الثاني يحتاج إلى اتخاذ وضع المواجهة أبده البديهيات إذا ما اتخذ العاقل معه وضع المواجهة ما يضعن به أنتو إذا ما التفتتوا إلى قانون الذاتية الآن المنطق الجديد كما يقولون أهم قانون يبتني عليه أو من أهم القوانين التي يبتني عليها لعله هذا أهم قانون في المنطق الجديد قانون الذاتي إذا العاقل ما اتخذ وضع المواجهة مع هذا القانون ما يضعن بهذا القانون يعني الحق إما يحتاج إلى إثارة وإما يحتاج إلى مواجهة مثل أنتو عندما المرآت موجودة ولكن لا تتخذون وضع المواجهة مع هذه المرآت متشوف في المرآت أما إذا اتخذتم وضع المواجهة فترون في المرآت الإشكال مو في المرآت الإشكال في وضع المواجهة فهذه القوة حقيقة قوة الواقعية وقوة الحق هذه من أقوى نقاط قوة التشيير ولكن الإشكال في العرض عرض ما البشر مو معاند بشر معاند يعني عندما يقال لكم هذا سمون اتعاندون وتأكلوا ما تأكلوا إلا إذا واحد يكون مريض إلا إذا واحد يكون شاذ ذلك بحث آخر عندما يقال لكم هذا الطعام طعام نافع مقوي شنو تفعلون تأكلوا إلا إذا واحد يكون مريض فالكلام قوة الحق هذه قوة مهمة هذه القوة الأولى القوة الثانية النقطة الأولى كانت المبدأ الحق أو الواقعية أو الحقيقة النقطة الثانية التاريخ المشرق الآخرون لا يملكون تاريخا مشرقا ليش يملكون كثير منهم ولكن بفوارق الفارق الأول فارق كيف النبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين لا يقارن بهم أحد قد واضح المسيح أيضا له تاريخ مشرق لا إشقال في ذلك ولكن لا يقارن هذا التاريخ بذاك التاريخ أولا أكو هناك فارق كيفي وثانيا أكو هناك فارق كمي في الكم أيضا أكو هناك فارق المسيحيين كم واحد عدهم وفرضو نعش واحد كم واحد حواري المسيح الذين يعتزون بهم كم واحد نعش أربوطعش مثلا بينما نحن في تاريخ المئات والألوف من النماذج المشرق أئمة أهل البيت النبي الأعضاء حواري كل واحد واحد منهم تاريخ جدا مهم الوالد رحمه الله كان ينقل هذه القضية كان يقول أن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه عين واليا فإجوا المولى عليهم أهل تلك المنطقة فالإمام مضمون القضية سألهم أنه شنو هذا الوالي شنو رأيكم فيه قالوا جيد ولكن أكو عليهم مؤاخذة واحدة وهو أنه في كل أسبوع صلاة واحدة ما يأتي للجماعة فالإمام قال له لماذا لا تأتي قال في الواقع أنا ما عندي إلا ثوب واحد فأغسله ولذلك ما أتمكن حقيقة والي يكون هذا الشكل في عالم اليوم يعد من الخرافات القضايا التي تنقل عن سلمان هذه في عالم اليوم تعد شبيه الخرافات وهكذا حواري الأئمة وأتباعهم والعلماء هذا التاريخ جدا مهم هذا الفارق الثاني الفارق الثالث أن عدسة التاريخ ما صورت أحوال أولئك بشكل كافي المسيح شنو أكو عنه أشياء قليلة بينما أئمتنا صلوات الله عليهم والنبي الأعظام وحواريهم ولو التاريخ ما أنصفهم كما ينبغي ولكن سجل دقائق كثيرة من أحواله الوالد رحمه الله كان يقول حتى التاريخ كتب أن الإمام الحسين صلوات الله عليه عندما علي الأكبر ذهب إليه إلى الميدان كيف نظر إليه قطباء يقرون فنظر إليه نظر آيس من حتى نوعية النظر مكتوبة ولو كثير من الأشياء مو مكتوبة ولكن المكتوب كثير هذا التاريخ المشهر حقيقة الوالد أيضا كان ينقل يقول الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان هناك مثلا دا يمشي كذا فجاء المطار فدخل في دكان وقاية من المطار صاحب الدكان قال للإمام أنا ما أرضى تبقى في دكاني فطلع الإمام حقيقة هذه الأشياء اللي هي أشياء قليلة مما ما كان يعرف الإمام أو رجل جاهل أو رجل معاند قال ما أرضى تبقى في دكاني الإمام طلع أو أراد الإمام أن يدخل قال ما أرضى تدخل على كل مضمون القضية التاريخ المشرق هذا مهم جدا هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة وهي مهمة جدا المظلومية المظلومية ما أعلم شايفين لو لا إذا أكو بالبيض طفلان الأبو أخذ يضرب أحد الطفلين الطفل الثاني يجي يضرب أبو يشوف هذا أخو مظلوم يبدأ بالدفاع حتى الطفل يفهم أنه يجب أن يدافع عن المظلوم ما أعلم شايفين لو ما شايفين إذا طلعت برا شفت أن امرأة واقفة تبتش قلبكم ينعصر مظلومية تعثر مشي طبي هذه النقاط الثلاث المبدأ الحق التاريخ المشرق المظلومية مجلاها الأتم ومظهرها الأكمل شهر محر وأيام محر وقضايا عشورا وأحداث كربلا ينقل أنه كان في العراق واحد معروف وحتى هذا الكتاب المكتوب الذي كتبه أحد دكاترة الكويت دوره الشيعة عند كتاب يذكر حول هذا الرجل عالم كبير يذكر تفاصيله في ذاك الكتاب أو إجماله هذا فكر أنه العشائر هذه بعيدة عن أهل البيت نحن التشيع ورثناه غنيمة هينا ولكن من أعلم أن أباءنا أن أجدادنا أي متاعب تحملوها في هذا الطريق هذا في التاريخ موجود أن فلانا قال أنه أي بلد أبعد البلاد عن أهل البيت أذكر في التاريخ قال لولا فلان بلد قال أنا أروح إلى ذلك البلد في ذاك البلد أنشر فضاء الأهل البيت مثل الآن نفكر أي بلد أبعد البلاد عن أهل البيت مثلا ناجد واحد يترك وطني يروح إلى ناج راح هناك وأخذ يعمى كان في ذاك البلد أفراد بعداء عن أهل البيت خوارج كانوا وشكل جماعة أيضا بعدين افتهموا بي افتهموا أن هذا وراء القضية في يوم من الأيام هو وجماعته كانوا في المسجد فجاءوا وهدموا عليهم المسجد وقتلوهم جميعا هالشكل كانوا يعمل فهذا العالم فكر أنه يذهب إلى العشائر في العراق ليعرفهم على مبدأ أهل البيت من الأشياء المؤثرة جدا في العشائر قضايا البطولة والمظلومية معان بطولة جدا مهم البطل قضايا أبو الفاضل مثلا جدا مؤثرة قضايا علي الأكبر جدا مؤثرة فكان يروح ويذكر لهم البطولة من جانب اللي هذا الداخل ضمن التاريخ المشرق وهم المظلومية من جانب آخر معروف الرجل هذا أظن على ما في بالي تمكن أن يهدي مئة ألف واحد من أبناء العشائر في العراق والآن كثير من العشائر التي ترونها مهتدية على أثر جهود ذاك العالم ما أدري قبل 120 عام كان 200 عام هالحدود كان فمحرم نقطة مهمة جدا لتعريف المبدأ الحق لتعريف التاريخ المشرق لبيان المظلومية يعني النقطة نقاط قوة التشيع مجلاها الأتام مظهرها الأكمل شهر محر وإذا حقيقة الشيعة كانوا يعرفون قدر هذا الشهر لغيروا المعادلة المسيحيين موعدهم شي سوى أنه يقولون الله قتل ولده فداء لنا نحن البشر هذا هو الله كان عنده ابن واحد حبيب جدا إلى قلبه ففدا وقتله أخذه وصل وانتهت القضية أخذوا إذاعاتهم كتبهم شوفوا شنو الضج يثيرونها في العالم لهذه القضية نقل في إحدى البلاد اللاهور مؤدروين في مقابل عشرة محرام أخذوا عشرة الفاروق على هذا المنهج يعني يقرون قراءة وإماماه مثلا بعدين شافوا فشا فتركو شنو يقولون فوق المنظر فالحقيقة هذه النقاط جدا مهمة نقل لأحد الإخوة كان صحفي في الكويت تفصيل القضية كان ينقل الآن موجود هذا الصحفي في النرويج قال أنه في قضية مطولة عندما كان في الكويت قال دعيت إلى فلان بلد لفلان قضية وكان المفروض أن نعبر عبر جبال هملاية من هذا الجانب إلى ذاك الجانب يقول كنا نعبر بالسيارة طبعا مع مرافق فشفت في بعض قمم جبال هملاية مو قمة القمة لا يعني في القمم شفت هناك سوات تعجبت هذا السوات شنو فقلت للمرافق هذا شنو قال ما عجري قلت خلينا نروح شنو هو يقول رحنا فتحنا الباب وإذا بها حسينية فيقول فأخذتني العبر وقلت توجهت إلى الإمام الحسين صلى الله عليه وقلت له تقتل في صحراء كربلاء وينصب لك علم فوق جبال هملاية حقيقة تنقو وأكو قضية أخرى في القطب الشمالي أو الجنوبي أحد الإخوة كان ينقل تفصيل أنه كانت هناك حسينية في القطب الشمالي في تفصيل أو الجنوبي حقيقة هذا علم وهذا اللواء يمكن أن يرفع في كل مكان ننتقل إلى الفاصل الثاني ماذا نعم أربعة أشياء باختصار الشيء الأول أن ننخرط جميعا في سلك الخطباء إما الخطاب بالمعنى التقليدي أو إذا واحد ما يتمكن أو لا يرى ذلك الخطاب بالمعنى الأعام حقيقة هذا التوفيق أنه واحد يكون خادم بشكل من أشكال الخدمة لسيد الشهداء صلوات الله عليه الجد كان عنده أخو يقال له السيد جعفر رحمة الله عليهم جميعا يعني عم الوالد هاي القضية أكثر تفصيلا مما أنقله الآن ولكن ما كان عندي الكتاب اللي ينقل تفصيل القضية في يوم الأيام السيد جعفر ينقل على السيد عبدالهادي الشيرازي رحمة الله عليه السيد عبدالهادي يقول له يا سيد جعفر اقرأ لنا اقرائ حسينية فيقول انا مو خطيب ما كان خطيب هو يقول في الواقع انا البارحة رأيت في المنام سيد الشهداء صلوات الله عليه وبجانبه علي الأكبر وبيدهم ديوان الخطباء الامام امر علي الأكبر ان يمحو اسم خطيب من الخطباء فمحاح احيانا واحد يسلب من التوفيق واحد يجب ان يواضب ان لا يسلب منه التوفيق ولم ولم ينقل انه منه كان هذا الخطيب محي وقال الامام ثب مكان اسم السيد جعفر فانا عرفت انت دخلت في ديوان الخطباء فبكى فبكى السيد جعفر وقال انا مو خطيب ولكن البارحة اخذت كتاب من كتب المقاتل وجمعت اهلي وعائلتي وقرأت لهم من المقتل فورا سجل في ديوان الخطباء وخدام ابي عبدالله وظل السيد جعفر الى اخر حياته يقرأ مقرأ عام كخطاب لا في بيته في كلا وتوفي في عام 1370 وهو الان مدفون فري في طهران يعني الان كم مضى على وفاته 52 عام تقريبا مضى على وفاته واحد ينتهي هي هاي الاشياء تبقى السيد عبدالله السيد الشبار اللي كان في الكويت رحمة الله عليه سيد علي الشبار على ما في بالي في ايام عشوراء كان ياخذ كتاب لعله كان كتاب جلاء العيون لجده سيد عبدالله الشبار ويقرأه فوق المنبار مع انه ما كان خطيبا هذا الشيء الاول واكو هناك قضايا كثيرة في هذا الباب الان ماكو وقت لبيانه الشيء الاول ان ننخرط جميعا في سلك الخطباء بأي نحو كان وفي اي مجال كان هذه ذخيرة هذه تبقى لنا هذا الشيء الاول الشيء الثاني ان ننخرط جميعا في سلك المؤلفين تأليف مهل الانبياء الذين لهم كتب بقوا توراة موجودة وان كانت محرفة الانجيل موجود النبي صلى الله عليه وآله بقي بقرآن وبغيره ايضا الانبياء اللي ما كان عندهم كتاب انتهر الفقهاء الذين كان لهم كتاب بقوا الشيخ المرتضى كثير من العلماء كانوا في عهد ما كوا منهم اثار اما الشيخ بقي في كل يوم مطروح الان ربما ملايين المرات يذكر قال الشيخ وقال الشيخ هذا ما كان عنده كتاب كان ينتهي كان يبقى منه بصيص من النور كتاب جدا مهم الكتاب مهم الى ان الله تعالى يقول نون والقلم قلم جدا مهم قلم يبقي حتى الافكار اللي انتو عدكم اذا متقيدوها بالكتاب كما في الحديث تنتهي تضعف وتضعف وتضعف الان تنتهي لذلك يقولون كل شي يجي في ذهنكم كتبوه قضية حكاية فكرة تحليل كتبوه لان يبقى اذا ما كتبتو ينتهي حاشية على مطلب اشكال على مطلب علمي كتبوه فورا وإلا يروح وينتهي فالتعليف مهم جدا واحد يخدم سيد الشهداء صلوات الله عليه بالتعليف هذا الشيء الثاني الشيء الثالث أن ننخرط جميعا في سلك المؤسسين التأسيس جدا مهم كان مرت يتكلم حول المسجد ولا يخرج إلا وقد وضع القاعدة لبناء مسجد ينقل أنه في حياته بنى ثلاثمائة مشروع خيري واحد دخل في خط التأسيس بالنتيجة يكونوا مؤسسا التوجه جدا مهم واحد لا يقول أنا ما أقدر أنا ما عندي وقت الكلام ليس في الوقت في التوجه هذا الشيء الثالث الشيء الرابع الذي يحتاج إلى بحث آخر التشويق العام هذه من النقاط المهمة أي واحد شفته شوقه تشويق خفيف المؤون طفل شفته شوقه على أن يكون رادود يمكن هو هذا الطفل في يوم من الأيام يكون رادود مهم تشويق شفته واحد شوقه على أن يخلي في بيت قرائل إذا بدعت بمنهج التشويق يمكن في خلال حياتكم تشوقون مئات الألوف من الأفراد مباشرة أو بشكل غير مباشر لأعمال تشويق مقابل التثبيت أكو بعض الأفراد عندهم حالة التثبيت لا ما يفي منه يقرأ منه يطالع أكو بعض الأفراد بالعكس كان واحد يقول من صفات العظماء أنه واحد عندما يجلس معهم يخرج عظيمة أكو بعض الأفراد الدنيا تنتهي يقول واحد عندما يقعد ويا الأطباء يعني بعضهم يصور أنه بعد يومين يموت عندما يقعد مع السياسين يعني بعضهم يصور بعد يومين الحرب العالمية الثانية سوف تقوم هالشكل الميكروبات جاية إلى البلاد أنفلوونزا ومؤذي شنو دا يصير وهذا يدخل بالدورة الدموية ويخرب المؤذي كبده بعد يومين واحد يشوف يموت هذو بعض الأفراد هالشكل طبيعة طبيعة التثبيت وإن منكم لمن ليبطئن في المقابل منهج التحريض يا أيها النبي حرّض المؤمنين تحريض أي واحد شفتوا اقترحوا علي فتا اقتراح اقتراح مؤلف شفتوا قلو لألف عامي شفتوا قلو لأخذ أشريطة وزعها على المؤمن طفل شفتوا شوقوا أن يكون رادود طلب شفتوا شوقوا أن يكون مؤلف واحد كاسب شفتوا شوقوا على أنه مثلا يطبع كتب أي شيء التشويق العام الآن لمحرّم أي واحد شفتوا قولوا ضع مصباح أحمر على بابت تشويق تشويق ما له حدو أي واحد شفتوا قلو لأفتح برنامج في الانترنت يقل منكم يعني حتى الطفل الآن يتمكن يفتح صفحة في الانترنت الطفل أنا شايف الطفل ما أدري عمره 12 أو 13 فاتح صفحة في الانترنت وشنو يسوي هو ما عنده معلومات يأخذ مننا شوية ويأخذ مننا شوية ومننا صوروا ويخليهم سويلهم صفحة في الانترنت باسم أيضا تشويق نقل لأحد خطباء طهران الآن موجود في طهران قضيتين القضية الأولى كان في كربلا قال الوالد رحمه الله جاء إلى مسجد والدي يعني والده والد هذا الخطي في طهران فرأى أن المسجد خرب متهدم متداعي فيقول طلع من جيبة عشر دنانير قال هاي عشر دنانير مني لتعمير هذا المسجد عمروا هذا المسجد ليش خربا ليش هالشكل اجمعوا التبرعات أي شيء بقي من ذلك تعالوا علي يقول إحنا أخذنا العشرة في كربلا وجمعنا التبرعات ولم نحتج أن نراجع السيد مرة ثانية بني المسجد بكلمة واحد وعشر دنانير هذا ما إلى قيمة حقيقتان هو هذا الخطيب نقل لي قضية ثانية أيضا قال ذهبت إلى الكويت عندما الوالد رحمه الله كان في الكويت فطرح علي مشروع في طهران قال افعل هذا المشروع بعدين قال لماذا يكلف هذا المشروع قالت له مليون ونصف تومان في ذاك الوقت كان مبلغ ضخم قال نصف مليون علي ونصف مليون عليك ونصف مليون على هذا الثالث فهذا واحد الثالث كان موجود يقول يقول الثالث تخلى عن القضية ما قبل ما تحمل يقول رحت في المرة الثانية جت للكويت والمشروع قد بني يقول الوالد قال لي كم كلف المشروع قالت للمشروع كلف 18 مليون كنتوما الوالد قال لي انت دفعت نصف مليون قال له ما حتاج إلى ذلك بعدين قال انا دفعت نصف مليون قلت له لا ما حتاج إلى ذلك ما حتاج كل المؤمنين تكفلوا المؤمنون عندهم طاقة آلة يحتاج إلى تحريك هذه الطاقات مثل واحد أبو عنده أولاد يطيهم دكان يطيهم بيت يزوجهم يطيهم رأس ما يقولهم انطلقوا هالشكل للمجتمع بالذات إلى القيادات الدينية هو هذا الخطيب كان ينقل لي بعد ناقل هاتين القضيتين كان يقول القائد جدا مهم دوره بعدين نقل القضية المعروفة عن نادر نادر في أبان حربه القضية مذكورة في التاريخ شوف الجندي قوي يحارب بقوة في حروب إيران المعهودة فجدا أعجب بقوته وشجاعته ورباطة جائشه فأجي قال لي أنه أنت عندما الأعداء قديما هجموا على إيران وين شنت هذه السواعد وين شنت هذا السيف وين شنت هذه الإرادة وين شنت عندما هجم الأعداء قبل على إيران ودمروا إيران تدميره قبل نادر شاه قال في الواقع أنا شنت ولكن أنت ما شنت الجيش الجندي موجود ولكن الجندي يعتبر صفرا على الشمال يحتاج شنو إن خلي ورا رقم فيجد قيمته تشويق أنتو رجال دين أنتو موجهين واحد يبني على التوجيه وعلى التشويق وعلى التحريض وعلى عدم الدخول في قضايا التثبيت أنه ما يمكن ليش ما يمكن هو هذا الطالب الابتدائي يمكن في المستقبل يكون مرجع من مراجع التقليد مراجع التقليد منه كانوا في يوم إلى أيوم كانوا أطفال مهشك فواحد يقول لا هذا الطفل ما يفتهم وما يجي من شي وهذا فلان هذا ما إلى طاقة وهذا بليد أحد العلماء الكبار قبل مئتي عام هو كاتب عن أحوال إنه بليد وهو من أكابر علماء ومن المقربين إلى الله والآن مدفون في قوم وتقضى بقبره الحوائل كاتب في أحوال أنه بليد ما كان ذكي هذا العالم الكبير قبل مئتي عام تقريبا كل واحد عند نقص كل واحد في حيات إشكال يقول يحطمون شوك ألف ممكن فاعل في المجتمع وتقوم بما لا تقوم به المؤسسات الكبيرة لأن المؤسسات الكبيرة عندها إشكالات معوقات المؤسسات الصغيرة ما عندها هذه الإشكالات المؤسسات الكبيرة يمكن الاستيلاء عليها والقبض عليها المؤسسات الصغيرة لا يمكن فيها وتقوم بما لا يقوم به المؤسسات الكبيرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي اللعندة ترجمة نانسي قنقر بعدم تعالى ε ترجمة نانسي قنقر